أنا بدي أخذكم رحلة صغيرة نحجز لكم تذكرات يجو فيها لعننا على فلسطين بقعة أرض صغيرة اختصرت العالم بجمالها وسحرها وتنوعها وتنقضاتها العديدة ولرغم الاحتلال والخوف والدمار والموت لازلنا كل يوم بنغني عشانها على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض فلسطين جنة الله عليها تعالوا نتابع هذا التقرير وفلسطين كما لم تروها من قبل تعد فلسطين من الوجهات السياحية المفضلة لملايين الزوار سنويا لموقعها التاريخي في قلب العالم ولمكانتها الدينية المنفردة مهدا للديانات السماوية ما يميد فلسطين أنها بلد التنوع وتعدد بلد يحظى بمواقع تاريخية ودينية وثقافية وسياحية وبيئية وطبعية كثيرة جدا النمط الرئيسي في السياحة الوافدة لفلسطين حتى اليوم هي السياحة الدينية سواء السياحة الدينية المسيحية والإسلامية وهذه الأنماط والبرامج تشمل زيارة المواقع المهمة جدا على الضرامج الدينية كقبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة في الكدس كالبلدة القديمة في الكدس كمدينة بيت لحم كنيسة المهد الخدير الحرم الإبراهيم الشريف ريحة أقدم بقعة في التاريخ وما تحتويها ريحة من قصر هشام الأموي وجبل القرنطل وطل السلطان وغيرها البحر الميت نابلس بما تحتويه من مكونات وبلدة القديمة الوائع جدا كل المحافظات الفلسطينية لها أماكن مدرجة على خارطة السياحة ضمن نماط السياحة الدينية وصلت السياحة إلى ذروة نشاطها بفضل الاستراتيجية الرسمية بإبراز مكونات الحضارة الفلسطينية لتأتي جائحة كورونا عام 2020 موجهة ضربة قاسية لهذه الجهود وهذا يعني كل توقف فجأة في الخامس من أدهار من عام 2020 بوصول أولى موجات الكورونا إلى فلسطين تحديدا إلى بيت لحم التي تعرضت لضربة اقتصادية كبيرة جدا ما زلنا نعاني منها حتى اليوم فعلا قطاع السياحة في فلسطين وأسوة بكل العالم كان هو أول القطاعات التي تضررت وهو أكثر القطاعات تضررت وهو آخر القطاعات التي من نتوقع أن تعود لها الحياة مؤخرا تفتقد السياحة الفلسطينية إلى مقاومات الإزدهار الذاتي نتيجة ممارسات الاحتلال التي تسعى إلى تزوير التاريخ الفلسطيني وإعاقة حركة السياح ومنع تطوير الأماكن السياحية بكل تأكيد السياحة هي ساحة أخرى من ساحات الصراع مع الاحتلال السياحة هي الساحة التي نثبت من خلالها حقية وجودا عن هذه الأرض منذ القدم السياحة هي ساحة نثبت من خلالها قدرتنا على أن نكون دولة ذات سيادة قادرة على تنظيم برامج سياحية وقادرة على استقبال وفود سياحية من كل بقاء العالم السياحة هي الساحة التي نرسل منها رسالة فلسطين إلى العالم خاصة أن فلسطين تمتلك أماكن دينية وتاريخية هي مقصد مهم للسياحة لا يمكن لأحد أن يتجاهل زيارتها أو أن يروج من أجل عدم زيارتها وبالتالي نحن نعمل من خلال الشراكة الكاملة ما بين الوزارة والقطاع السياحة الفلسطيني لأن تكون السياحة رسالة مهمة رسالة الشعب الفلسطيني نعمل من خلالها على التأكيد على القصة والرواية الحقيقية للأماكن الدينية والتاريخية بعكس ما يحاول الاحتلال بثه من تشويه للواقع من خلال تزوير للحقائق واعطاء معلومات مضللة عن الأماكن الدينية والتاريخية وأيضاً عطاء معلومات وتشويه للحقيقة عن طبيعة الشعب الفلسطيني وحقيته في هذا الوجود رغم المعيقات الاحتلالية وتأثيرات جائحة كورونا إلا أن السياحة الفلسطينية بدأت في استعادة أنفاسها لتبقى أيدينا مفتوحة على مداد تاريخنا المحتض للزوار والسياح والباحثين والمحبين كعرب أينما وجدنا وحيثما كنا لا نزال أطراف متشابكة وأصيلة في كل شيء